ونبقى في تعز حيث أصدرت شرطة تعز تعليمات لمأموري الأحياء السكنية برفع مسوى اليقظة والحس الأمني لمواجهة أي أخطار محتملة تقف وراءها ميليشيا الحوثيين الانقلابية هناك تعميم من إدارة عام الشرطة مثلتا بشؤون الأحياء وشؤون العقال للعقال بالتحلي باليقظة في هذه الفترة وهذه الفترة طبعا حرقة جدا سواء كانت على اليمن ككل وعلى مدينة تعز خاصة تعلمون ماذا وقع في مدينة مارب والقوف ولا شك أن مدينة تعز كذلك مدينة مستهدفة من قبل العدو الأكبر والعدو الوحيد هو ميليشيا الحوثي نحن الآن عممنا على العقال أن يتحلوا باليقظة وأن يعرفوا من يأتون إلى حواريهم من يأتون للسكن المؤقت أو السكن لغرض ما نريد معرفة كل صغيرة وكبيرة في الحارة حتى نستطيع أن نتخذ الإقراءات الأمنية المطلوبة في الوقت المناسب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر